نحو صنع مادة إعلامية مؤثرة ومعابرة عن السياسة الخارجية للمملكة دشان وزير الخارجية عادل الجبير مركز الاتصال والإعلام الجديد بمقر وزارة الخارجية المركز استطاع خلال سنة ونص أن يصبح رقم اثنين على تويتر وهذا إنجاز كبير جداً وبإذن الله العمل المستمر أن يصبح رقم واحد كما أنه على منصات أخرى في التواصل الاجتماعي وهم الأخوان يعدوا رسالة إعلامية يلخصوا مثلاً المواقف السياسية للمملكة التي تعدها الوكالات الأخرى في الوزارة سواء كانت تتعلق بالأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو تتعلق معلقات تنائية أو تتعلق بالإرهاب أو تتعلق بمواقف قيادة البلد وتصيرها بشكل مختصر وبشكل فعال وتبثها لجميع هذه العالم يهدف هذا المركز إلى تمكين وصول الصوت السعودي وترك الأثر الإيجابي لدى المتلقي ومواكبة التطور العلامي في جميع مساراته وتحويل منصات وزارة الخارجية إلى مصدر موثوق وصنع المحتوى الإبداعي في عدة موضوعات وبثها بـ 22 لغة لقناة الإخبارية خالد التميمي الرياض